ها 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 مجالس منها النور شعا وأشرقا بها انهل غيث العلم ودقا ترقرقا هلم إلى ديوان فكر وحكمة به يلتقي أهل الفضائر والتقى هنا ملتقى الألباب والسير التي سمى أهلها الأعلام زاد تألقا شذادب أو فيض علم وخبرة قضايا بها للناس نفع تحققا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين نرحب بكم في هذا اللقاء الأول مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان يزور ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الشيخ الحنابلة رحمه الله تعالى عنوان هذا اللقاء لهذه الليلة هو مدخل لعلم السيرة النبوية مدخل لعلم السيرة النبوية وضيفنا لهذه الليلة هو أستاذ الدكتور بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز سابقا مدير إدارة الوعي الفكري بجامعة الأمير سطام أمين عام جمعية الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية لتحفيظ القرآن محقق كتاب حاشية كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله مؤلف كتاب الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري إمام وخطيب جامع إسكان قاعدة الملك سلمان بالقوات الجوية بالرياض أما محاور لقاءنا هذه الليلة فالمحور الأول عن مفهوم دراسة السيرة النبوية ماذا نقصد بدراسة السيرة النبوية لماذا ندرس السيرة النبوية ثم جولة في مصادر السيرة النبوية ثم أخيرا الفرق بين علم السيرة وعلم الحديث هذا اللقاء كما هو معلوم يبث مباشرة وتوجد تغريدة في صفحة ندوة الشيخ عبد الله العقيل في موقع إكس موقع تويتر نأمل من الإخوة الحاضرين والمشاهدين التفاعل مع هذه التغريدة وعمل إعادة أو رتويت لهذه التغريدة أيضا يبث اللقاء عبر البث المباشر عبر قناة ندوة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب وأخيرا يبث اللقاء عبر صفحة ندوة الشيخ عبد الله العقيل في التليجرام والإنستجرام والفيسبوك فنشكر للأستاذ الدكتور خالد على كلبية الدعوة والحضور إلى هذه الندوة كما أيضا نرحب بالإخوة في قناة المجد العلمية وتواصلهم مع هذه الندوة وتم يوم الأحد الماضي والحمد لله بث اللقاء الذي حدث في هذه الندوة وكان بعنوان ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج للدكتور حميد الشايجي وسيبثل أحد القادم الجزء الثاني من هذا اللقاء وبلغ عدد اللقاءات التي تم بثها في هذا البرنامج وهو اسمه ديوانيات والحمد لله ثلاثة عشر لقاء نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد بعد حديث الشيخ نستعرض أسئلتكم ومداخلاتكم ثم سيزور الشيخ المكتبة وسنتعرف على ما في مكتبة أترك الآن الحديث للشيخ فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعفظ المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وآملا خالصا صوابا واجعلنا مفاتيح خين وصلاح ولا تجعلنا مفاتيح فتحة وظلال واصل الله عز وجل أن ينفع بين البلاد والعباد وجز الله الإخوة الفضلاء في هذه الندوة المباركة ورحم الله فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل أن أتاح لنا الفرصة للحديث عن هذا العلم الأساس وهو علم السيرة النبوية لن يكون الحديث مجرد روايات وأخبار عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كما تفضل الشيخ زال الله خير المقدم أنها مدخل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب أن يدرك أن الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرتبط بركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالأنبياء فإن أخبار الأنبياء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصدق وأكثر من أي أمم من الأمم حتى الأنبياء غير النبي عليه الصلاة والسلام نجد من أخبارهم عليه الصلاة والسلام أصدق مما هو في كتبهمهم فالحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يفهم أن الحديث عن نبي وليس حديث شخصية مرت عبر تاريخ من الزمن وكان لها أثر ثم انتهى لا الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم ومما هو مقرر في علم الاجتماع إذا أردت أن تتكلم عن حياة عظيم فإن حياة العظيم الذي يجدر الناس أن يتخذوا منه قدوة قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوفر فيه أربع خصال بأن يكون هذا الإنسان مؤثر ويؤثر في الآخرين أن تكون أولاً حياة تاريخية أي أن التاريخ الصحيح الممحص يصدقها ويشهد لها وصيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول فقط في التفاصيل في عدد غزواته وعدد سرياه وكيف كانت حياته في مكة وكيف حياته لا إنما روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم هي عدد الشعارات البيضاء في لحيته صلى الله عليه وسلم كم كانت عدد الشعارات البيضاء في لحيته وعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يقضون الحاجة إذن كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الجانب التاريخي عن الجانب الصحيح وسوف نتكلم عن هذا الجانب إذا أتينا إلى مصادر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أين الجزء المصادر دائما نسمع ذهب النبي عليه الصلاة والسلام غزى النبي عليه الصلاة والسلام قارن نبي عليه الصلاة والسلام أكل النبي عليه الصلاة والسلام من أين هذه المعلومات أثتنا سنتحدث عن مصادر السيرة النقطة الثانية في حياة العظيم أن تكون جامعة أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شؤونها فدراسة أن يكون تاريخ لأحد العظماء أن تكون جامعة لهذه الجوانب الحياتية كلها سواء كان في الجانب أسري الاجتماعي تعاملك مع الذات تعاملك مع الآخرين حتى تعاملك مع البهائم تعاملك في الأسرة في التربية مع الأعداء مع الأصعاب إذن حياة جامعة أيضا في عبادته وفي خلوته مع ربي عز وجل مع علاقته مع أصحابه كيف يتعامل مع أصحابه كيف كان يربي أصحابه إذن حياة جامعة الأمر الثالث أن تكون حياة العظيم حياة كاملة ليس هناك سلسلة مفقودة في حياة العظيم بل تجدها كلها الحياة التي وجدناها في الجامعة نجدها في الكمال فهي كاملة حياة العظماء فهي متسلسلة لا ينقض منها شيء في شيء أهدر دم لأشخاص قبل يفتح مكة قال اقتلهم حتى قال لو رأيتموا متعلق بيستار الكعبة يعني لو رأيتموا متعلق بيستار الكعبة اقتلوا هذا من من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه كان أحد الأشخاص الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه دمه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما وأتى به صحابي فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف مع صحابه رجل هذا الذي مهدر دمه مد يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبايع إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر لأن هذا أصلا محكم عليه بالقتل فلعل ينتبه الصحابة أن يقوم أحدهم ويقتل هذا الرجل إلا أن الصحابة ما قاموا لعل الله أراد بهذا خيرا ما حد قام من الصحابة فلما طال الفصل فمد النبي عليه الصلاة والسلام وبايع الصحابة وبايع هذا الرجل فأصبح الصحابة أسلم فقال الله عليه الصلاة والسلام ألم ينتبه في معنى الحديث ألم يقم أحدكم فيضرب عنقه لما نظر إلى أني تباطأت يعني ليش أنتم ما استغلت الفرصة أنا تباطأت لماذا ما قام أحدكم وضرب عنقه أنا أريد أن أذكر أن حياة العظيم كاملة الآن يجي الشاهد وش هو الشاهد؟ قالت الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أومأت لنا بعينك يعني كان غمزت لنا غمزة لو أومأت لنا بعينك يعني استغلوا فرصة يقوم يذبحوه فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كان لنبي أن يكون له خائنة الآيون ما كان لنبي أن يكون له خائنة الآيون صورة كاملة لحياة صلى الله عليه وسلم هذا التعامل صلى الله عليه وسلم لا تجد فيها من حياته تجد فيه شيء ينقض شيء إنما هي متكاملة الأيضا أن تكون حياته عملية في العبادة في الفضائل في المبادئ في الواجبات بعمل الداعي ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن إذن هذه المعاني لو أتينا نطبقها للقضايا الأربع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نجدها متكاملة في سيرة صلى الله عليه وسلم النقطة الأخرى ماذا شغلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش الفقرات والمجالات التي عالجتها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قسم أهل السير أيها الفضلاء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مجالاتها إلى أقسام القسم الأول في العهد المكي قسموها إلى الأقسام التالية القسم الأول والمجال الأول هو الحديث عن العرب وما دار بين قبائل العرب بعضها مع بعض إذ المحور الارتكاز لهذه القبائل هي من يلي بيت الله الحرام من يلي الكعبة فأول ما كان في إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك جاءت قبيلة جرهم التي أتت من اليمن وتزوج إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم من قبيلة جرهم حاكمت جرهم البيت أكثر من عشرة قرون وهي حاكمة للبيت انتهت قبيلة جرهم ثم جاءت قبيلة خزاعة قال ابن هشام في السير وألحدت قبيلة جرهم ثم تولت عليها قبيلة خزاعة خزاعة استمرت في البيت إلى أن ألحدت ثم تولى شؤون الحج وشؤون البيت وترتيبات البيت الحرام والصحة العبارة التقوس التي تقام للكعبة تولها قصي بن كلاب قال أهل السير هذا كل الآن مذكور في الشطق الأول من سيرة النبسة السلام مرتبط في سيرة النبسة السلام لأن مرتبط في قصي بن كلاب الذي هو من؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع قصي بن كلاب تولى السقاية والرفادة ودار الندوة والحجابة واللواء خمس مناصب تولها قصي بن كلاب قال أهل السير لم يتولى هذه المناصب الخمس أحد من العرب إلا قصي إلا قصي الحجابة التي مفتاحها الكعبة التي مفتاحها الكعبة هي التي تولها ودار الندوة وعقد اللواء والسقاية والرفادة للحجاج يعني طعام الحجاج وسقيا الحجاج هذا كل الشطر هذا طويل جدا مذكور في القسم الأول من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تتكلم عن المكان الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام عليه مكة الشطر الثاني من حادثة الفيل مجيء إبراهة وولادة النبي عليه الصلاة والسلام واشتغاله ونشأته ورضاعته وغير ذلك وعبد المطلب في إعادة حفر بئر زمزم هذا القسم واشتغال النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة وزواجه من خديجة هذا القسم الثاني هذا كله الآن في مكة القسم الثالث هي البعثة والحدث العظيم الذي حدث في رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم وفي غار الحرام هذا مجالات النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة البعثة طبعا قسمت إلى الفترة السرية والفترة الجهرية ومدة هذه الفترة 13 عام 13 عام والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة هذا ما كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ننتقل للقسم الثاني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اختلفت تماما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام باختلاف الساكنين لأنه صار فيه يهود أهل كتاب عندهم علم وأصبح فيه منافقون وأصبح فيه مهاجرون وأصبح فيه أهل المدينة اللي هم هيش العنصار إذن ماذا كانت أقسام سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دراسيا وعلميا في الفترة المدنية القسم الأول فترة يسميها أهل السير فترة القلاقل والفتن والتي كان يزرعها أهل النفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أول ما جاء النفاق إلى المدينة الفترة الثانية وهي فترة توقف الحرب وبدأ الانتشار بالدعوة الخارجية لما انتهت غزوة الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا الآن انتهت المرحلة هذه جاءت مرحلة ثانية في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزوننا تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة صلح الحديبية وهي التفرغ سنة ونصر صلح الحديبية وهي التفرغ للدعوات الخارجية انظروا إلى ما قاله إلى ما قالته كتب العقائد عن صلح الحديبية قال ابن القيم رحمه الله صلح الحديبية من ضمن البنود المعروف والمشهورة انه اذا جاء رجل مسلم من مكة يرغب ان ينتقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يجب على النبي عليه الصلاة والسلام ان يرده يجب ان يرجعه إلى كفار واذا جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام مسلم يبغى ينتقل إلى الكفار يعني يرتد يروح إلى قريش يجب على قريش على ان تقبله ويرضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرتحل أن يفصل الموافق على هذا في ظاهره ليس في عدل إذا جاء واحد نرده وإذا جاء واحد يروح مسلم يروح لمكم تقبلونه في ظاهرها أنها ما في عدل قال ابن القيم رحمه الله عن فترة صلح الحديب التي جلت سنة ونصف حين الآن تقريبا في السنة السادس السنة السادس بداية السابعة احسبوا 13 سنة في مكة يعني كم الآن عشرون عاما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله والناس الذين دخلوا في دين الله خلال فترة صلح الحديبية أكثر مما بعثه إلى صلح الحديبية هل فترة سنة ونصف أصبح الدعوة خارجية أرسل إلى هرقل إلى المقوقة ملك مصر أرسل إلى زعماء العالم يدعوهم إلى الإسلام هذه فترة الصلح هذه المرحلة الثالثة استمرت إلى أن نقض أهل قريش نقضوا الصلح ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي فتح مكة واستمرت طبعا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أربع مراحل في العصر المدني هذا المقدمات فيه كملخص موجز وسريع عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في المجتمع المكي والمجتمع المدني ننتقل للفقرة الثالثة وهي ما هي مصادر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أين نأخذ مصادر النبي عليه الصلاة والسلام مصادر السيرة كما قلت لكم أكل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من أين نأخذها؟ أول مصدر من مصادر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم المصادر قطعية نقلية عقلية هذه الثلاث المصدر الرابع تجريبية العلم التجريبي هذه مصادر العلوم مصادر المعرفة قطعية نقلية عقلية تجريبية هذه مصادر العلوم لا يمكن أن تخرج من هذه المصادر الأربع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أهم مصدر وأصدق مصدر وأقوى مصدر وأول مصدر وهو القرآن الكريم نجد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه في كتاب الله عز وجل عبس وتولى أن جاء الآم إيش القصة عفى الله عنك لما أذنت لهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا إيش القصة لو نأتي لي أمثل كثير جدا إنا فتحنا لك فتحا مبينة أمثل كثير جدا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرتها آيات الكتاب العزيز لكن القرآن الكريم المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كتاب تاريخي إنما دائما القرآن يأتي لنا بالعبر والدروس ولذلك من خلال تتبعي لنزول الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام كل ما كان شدة على النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنزل الآيات أكثر يعني كل ما كان فيه شدة على النبي عليه الصلاة والسلام ومر فيه ظرف شديد كل ما كان نزول الآيات أكثر على النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما كان فيه رخاء كانت نزول الآيات أقل لأنه بأمس الحاجة إلى تأييد إلهي تأييده من ربه هذا المصدر الأول من مصادر السيرة النبوية القرآن الكريم المصدر الثاني من مصادر السيرة وكتب السيرة السنة النبوية وكتب الحديث فهي السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي التي جمعت أقوال نبس صلى وجمعت أفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية عليه أفضل الصلاة والتنم والتسليم ونجد عدداً كبيراً من كتب الأحاديث النبوية اهتمت بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والذين ألفوا في السنة لم تقلوا كتب غالباً من ذكر ما يتعلق بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم فنجد مثلاً في أصحي كتاب بعد كتاب الله سائل بخاري نجد كتاب يسمى كتاب المغازي ماذا معنى المغازي؟ عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليس يقصد المغازي الحروب لا إنما حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المادة الموجودة في كتب الأحاديث سواء كان في صحيح البخاري أو غير من كتب السنة أو المسانيد مسند الإمام أحمد مسند أبي يعلى هذه المسانيد هذه يعتمد عليها فإن الكتب المعتمدة تشترط الصحة فهذه تعتبر مصادر الصحيحة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني زول الوحي نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام رواته عائشة رضي الله عنه هذا في صحيح البخاري وأخبرت كيف كان ولما أتاه كلا والله لن يخذيك الله وإنك القصة المعروفة المشهورة هذا في صحيح البخاري هذا بداية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام إذن المصدر الثاني من مصادر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الكتب الحديثية ولقد اعتنى أئمة السلف عليهم رحمة الله بضبط بضبط الإسناد ودقته حتى أصبه علم الإسناد من العلوم التي تمتاز بها هذه الأمة واستمر إلى القرن الخامس الخطيب البغدادي هو الذي قعد بعد ذلك قواعد علم الإسناد وعلم الحديث ما جاء من بعدي كالإمام الذهبي ابن كثير ابن حجر عليهم رحمة الله إنما هي زيادات وإلا الخطيب البغدادي قد أقفل قضية الاجتهادات في علم الإسناد الشاهد أن خاصية من خصائص هذه الأمة أن علم الإسناد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المصدر الثالث وهي كتب دلائل النبوة والشمائل إيش معنى الدلائل؟ يعني الأشياء التي نستدل بها على أنه نبي نستدل بها على أنه نبي أخلاقه صفاته بعض الناس يقول أين معجزة؟ يكفي في أخلاقه أنه كان يسمى قبل البعثة بإيش؟ الصادق الأمين ولذلك انظروا إلى هذا الموقف هذا في صحيح البخاري مقابلة أبو سفيان له رقل أبو سفيان وقف مقابلاً له رقل ملك الروم لما أرسل نبي صلى الله عليه وسلم رسائل وكان أبو سفيان في رحلة الشتاء والصيف كان في عند الروم فوصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال هرقل من أقرب الناس فيكم؟ فقال أبو سفيان هو أقرب واحد لنا فقال تقدم تقدم فتقدم حتى أصبح أصحابه خلفه فقال هرقل إني سائله عن هذا الرجل يقصد نبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال شيء ما صدق فيه أرفع أيديكم يعني يعطوني إشارة أنه ترى ما صدق ثم بدأ هرقل يسأل أبو سفيان أسئلة وكان من ضمن هذه الأسئلة إيش كنتم تسمونه إيش كان هل أحد والديه كان دعالي ما دعا إليه فكان يصميه صادق الأمين ومن أكثر الناس يتبعونه الزعمة أم الضعفاء ومن أكثر الناس يتبعونه الزعمة أم الضعفاء ضعاف الناس فقال أكثر اللي يتبعه ضعاف الناس بس أبعطي ملاحظة هنا قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله كلمة جميلة قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله مما يجب أن يعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ترسل لعلية القوم الله عز وجل قال لموسى اذهب إلى من؟ إلى فرعون إنه طغى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات ولكن أتباع الأنبياء هم الضعفاء إنما الرسل ترسل إلى علية القوم الله عز وجل قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إيش لقومه وأنذر عشرتك الأقربين عشرة الأقربون منهم؟ هم سادة العرب قريش لكن أتباع الأنبياء هم الضعفاء فلما سأله هيراقل فقال من الذي يتبع؟ قال الضعاف نهاية الحوار والنقاش كان محصل الإجابة التي نالها هيراقل من أبي سفيان قال أما قلت أنه صادق فمستحيل أن يصدق بين الناس ويكذب على من؟ على الخالق وإن كان حقا ما تقول فإنه سوف يطع عرش هذا إن كان حقا ما تقول فإنه سوف يطع عرش هذا إذن هذه الدلائل ففهم هيراقل فهم هيراقل أن هذا رسول فهناك كتب تسمى دلائل النبوة لكنه لا يلزم كما قلت أن تؤتى بمعجزة قال شيخ الإسلام من تايمية ليس بالضروري أن يأتي أن يأتي النبي بمعجز يكفي أخلاقه يكفي قيمه يكفي الشيء الذي جاء به أنها تنجي من النار أن توحد الله عز وجل أن تنقذ تخرج الناس من عبادة العبادة إلى عبادة رب العبادة هذه الدعوة كافية أن تقبل إذن المصدر الثالث من مصادر السيرة كتب الدلائل والشمائل الشمائل الأخلاق شمائله عليه أفضل الصلاة ويتم التسليم فمن أقدم من أفردها يوسف الفريابي المتوفى سنة 212 وهو محدث ثقات ثبت في كتاب لو سماه الدلائل النبوة ومن أشر هذه الكتب وهي مطبوع دلائل النبوة للإمام البيهقي على رحمة الله المتوفى سنة 458 للهجرة كتابه دلائل النبوة فيها حديث صحيحة وحسنة ولكن فيها حديث أيضا ضعيفة وقد امتدح الحافظ الذهبي عليه رحمة الله كتاب دلائل النبوة وهناك كتب كثيرة الشمائل قلنا الدلائل والشمائل فأشهر كتاب في الشمائل الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية للإمام الترمذي عليه رحمة الله وأضخم كتاب وأثنى عليه العلماء كتاب اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض وهو كتاب جامع نافع لذلك نال خدمة مناسبة من مكانته بين العلماء القاضي عياض عليه رحمة الله هذا المصدر الثالث من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعض الناس يتوقع أن من أول مصادر سيرة ابن هشان المغازي لا هذه المصدر الرابع كتب السير إذن هناك قبل كتبت عن وحدثت وحدثت عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كتب السير النبوية فإن الكتب المختصة في مادة السير النبوية تلي من حيث الدقة تلي القرآن الكريم والحديث الشريف ومما يعطيها قيمة علمية كبيرة أن أوائلها كتبت في وقت مبكر وسوف نتكلم الآن كيف كتبت وعلى وجه التحديد في جيل التابعين يعني سيرة كتبت في الجيل الذي شاهد الصحابة بل كان في ابن عباس موجود ومن أبرز ومن أبرز من كتب في سيرة النبوية صلى الله عليه وسلم عروة ابن الزبير أحد فقهاء الفقهاء السبعة عروة ابن الزبير من هو؟ أمه أسمع بنت أبي بكر الصديق أبوه الزبير بن العوام عايش عند من؟ وينه عايش فيه؟ وينه فيه متربي؟ في بيت عائشة فكان يأخذ سيرة النبوية من مصدر خاص صافي حتى أن عائشة رضي الله عنها رأى حديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته ثم يخرج إلى الصلاة ماذا قال عروة؟ قال أن يقبلك أنت؟ قالت نعم ما في أحد ممكن يتجرع على عائشة أن يسأل هذا السؤال عروة ابن الزبير هذه خالته فأقول هذه الكتب التي كتبت في القرن قرن الصحابة رضي الله عنهم وسوف نتكلم عنها لاحقا إن شاء الله جيل التابعين وكان مما يدل على إقرارهم يعني الصحابة أنهم أقروا على التابعين لما كتبوه والصحابة على علم دقيق وواسع بالسيرة لأنهم عايشوا الأحداث وشاركوا فيها وكانت محبتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم متعلق بها ورغبتهم في اتباعه وأخذهم بسنته في الأحكام سببا في ذيوع الأخبار ومذكراتها فيها وحفظهم لها فهي التطبيق العملي إذن القسم الرابع من مصادر السيرة هي كتب السير والأخبار هذه مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما هو أول كتاب كتب في السيرة ومتى أول كتاب كتب في السيرة في عهد معاوية ابن أبي سفيار رضي الله عنهما فإن في عهد معاوية أحب تدوين التاريخ فاستقدم رجل اسم عبيد ابن شرهية الجرهمي عبيد الجرهمي من قبيلة جرهم من صنعاء استقدمه فكتب له كتاب سمه الملوك وأخبار الماضين الملوك وأخبار الماضين هذا من أوائل ما كتب سأتكلم عن القرن الأول وما هي التي كتبت طبعا باستعراض سريع لا نريد أن نفصل فيها لكن استعراض سريع للقصد منها أن نبين أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترى حفظت من وقت مبكر ودونت في وقت مبكر القرن الأول ابن عباس رضي الله عنهما المتوفى سنة ثمان وسبعين حبر هذه الأمة كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن سعد بن عبادة وهذا مولود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من الصحابة سهل ابن أبي خثمة كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سعيد بن المسيد إمام التابعين المتوفى سنة أربعة تسعين أربعة تسعين كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أبان بن عثمان ابن عفان ابن عثمان بن عفان المتوفى تقريبا قيل من ستة ثمانين إلى مئة وخمسة وهو محدث ثقة من التابعين كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله في القرن الأول وأنا تركت يعني أسماء كثيرة رغبة في أن لا يكون هناك شيء من الإطالة هذا في القرن الأول والصحابة كلهم موجودون وقد شاهدوا هذه الكتب القرن الثاني محمد بن شهاب الزهري وهذا من أئمة الإسلام والقاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهبي بن منبه وشرحبيل بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وموسى بن عقبة هذا موسى بن عقبة المتوفى سنة 140 محدث ثقة من تلاميذ الإمام الزهري وقد أثنى عليه الإمام مالك على كتابه في المغازي وقال إنه أصح المغازي وقال يحب معين وهو من أئمة الجرح والتعديل كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب يعني عن المغازي قال الإمام الشافي رحمه الله ليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره هذا في القرن الثاني الهجري القرن الثالث كتب السيرة في القرن الثالث كتاب محمد بن إسحاق وهذا أهم كتاب تسمى سيرة إيش ابن إسحاق أبو جعفر المنصور استدعى ابن إسحاق عليه رحمة الله ثم طلب منه أن يكتب السيرة لابنه فكتبها فلما عرضت عليه فوجده كثير فقال اختصره فاختصره محمد بن إسحاق هذا الكتاب محمد بن إسحاق سيرة ابن إسحاق يسمى سيرة ابن إسحاق لماذا هي المنتشرة وهي المشهورة للأسباب التالية السبب الأول أن ابن إسحاق كان يتتبع أسلوب التسلسل الزمني في إرادة الأحداث يعني يأتي الولادة ولادة ثم بعد الولادة الرضاعة ثم بعد الرضاعة البلوغ ثم التجارة تجارة بخديق يعني يأتي بتسلسل أما الكتب السابقة لا ليس فيها تسلسل ليس فيها تسلسل ولذلك الذي يقرأ سيرة ابن صلى الله عليه وسلم يعيش فترة زمنية إلى أن يأتي في آخر المجلد وشه الوفاة فأنت تنظر أن تتعيش مع النبس صلى الله عليه وسلم من الولادة إلى وفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فتميز بهذه الميزة الميزة الأخرى أنه يجمع جميع ما يصله من مرويات على الواقع الواحدة ويسوقها جميعا يعني يأخذ روايات من طرق مختلفة متعددة ثم يجمعها في اسلوب وحدث واحد دون التزام بما كان عند المحدثين من التزام صارم لكل شخص ينسبه إلى حديثه الأمر الآخر سعة علم بن سحاق ومكانة العلمية وفصاحته في الإيراد فلذلك أكثر من الشعب ولذا جاء ابن هشام تلميذ ابن سحاق وهذب وشال كثيرا من الأشعار فالأربع مجلدات صارت في كتاب واحد اسمه تهذيب ابن هشام عبد السلام هارون رتب هذا الكتاب الأمر الرابع أعطاها تهذيب ابن هشام بهاء وجلاء وفتح للعلماء باب الاهتمام بها فتناولوها بالدرس والشرح والتوضيح هذه السيرة ابن سحاق والابن سحاق من كما قلنا من أفضل من كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في التسلسل الزمني المرتب ثم جاء ابن هشام وحذف كثير من الإسرائيليات والأشعار وأصبح كتاب منسق ثم جاء السهيلي عليه رحمة الله في كتاب اسمه الروض الأنف وشرح سيرة ابن إسحاق عليه رحمة الله من الكتب في نفس هذا القرن الطبقات الكبرى لابن سعد المتوفى سنة 230 خصص المجلد الأول ومجلد الثاني في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب الأخرى وهذا كتاب عجيب اسمه تاريخ خليفة بن خياط المتوفى سنة 240 خليفة بن خياط هذا شيخ الإمام البخاري شيخ الإمام البخاري فأراد الشيخ خليفة بن خياط هذا الإمام الجليل أن يخضع السيرة النبوية على مصطلح أهل الحديث اتصال السند عدل السند عدل الرواة ضبط الرواة عدم الشدود عدم العلة ولذلك سيرة النبوة صلى الله عليه وسلم كلها إلى العصر الذي عاشه سنة 240 مجلد واحد فقط مجلد واحد هذا تاريخ خليفة بن خياط من هذه الكتب وبه أختم تاريخ الرسل والملوك وهذا مشهور معروف وهو الإمام الطبري عليه رحمة الله فكتب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وجاءها بها في الروايات المسندة بعد ذلك أيها الفضلاء لنسأل سؤال لماذا وما الهدف من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولاً التطبيق العملي ليحكام الإسلام التي تضمنتها الآيات القرآنية والأحاديث في مجالات الحياة المختلفة فأنت تريد أن تنظر إلى الإسلام العملي الإسلام لا يمثلوا واقع المسلمين أبداً الإسلام يمثلوا الكتاب والسنة السنة هي النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعاملوا مع أهله كيف تعاملوا مع أهله إلى غير ذلك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا تجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام التطبيق العملي الأمر الثاني إن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي معرفة شمائله وأحواله صلى الله عليه وسلم في المجالات المختلفة فمن عرف شمائله وأحواله وذهابه ومجيئه اقتدى به فسينال ما يدخره الله لذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الثالث لماذا ندرس السيرة؟ إن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه دليل على محبة العبد لربه كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبوكم الله ويأفر لكم ذنوبكم قال الحسن البصري رحمه الله ادعى أناس محبة الله فابتلاهم الله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سادسا في السيرة النبوية كثير من العظات والعبر والحكم التي يتعذ ويعتبر بها كل ذي لب فيعرف ما تحدث بنفسه ويعرف في حياته ويعرف في تعامله مع الآخرين فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت كيف تتعامل معك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تتعامل مع أدائك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تتعامل مع أصحابك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تتعامل مع ربك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك فيها كثير من العظات والعبار سابعا في سيرته دروس كثيرة لجميع فيئات الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص فئة معينة من البشر فكل من دان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن مخاطب بهذه السيرة ومستفيد من هذه السيرة ثامنا إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في جميع الجوانب تاسعا يجد المرء في سيرته صلى الله عليه وسلم ما يعين على فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكثير من أهل السير لا يقفون فقط عند السند بل يقرؤون ويقرؤون ويحكمون المتن ويحكمون المتن في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كثير من المواقف اختلف الصحابة اختلف أهل السير أن هذه المعركة كانت في سنة كذا لماذا؟ لأن قالوا أن سعد بن معاذ قد مات بعد غزوة كذا ولا يمكن أن يكون حضرة هذه الموقعة من خلال السيرة قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة أن أحد حكام المسلمين أتاه مجموعة من اليهود بوثيقة مجموعة من اليهود أتوهم بوثيقة هذه الوثيقة كتبوا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم مناطق أراضي فقال هي لكم إلى أن تقوموا الساعة ولا ينازعكم فيها إلا ظالم كاتب في خيبر أراضي في خيبر أراضي في خيبر أنها لكم لا ينازعكم فيها إلا ظالم إلى يوم القيمة فكافة كان الذي كتب الوثيقة معاوي بن أبي صفيان والشاهد على الوثيقة سعد بن معان فالخليفة لما أتى يعني كتاب النبي صلى والآن أراضي موجودة والناس مستثميرون فيها وقد بني فيها فهو كيف يعصي النبي صلى سلم يبخص الناس حقهم فأخذ الوثيقة فسلمها إلى علماء الإسلام قالوا ادرسوا هذه الوثيقة مباشرة العلماء منذ أن رأوا الوثيقة فرموها على الأرض قالوا لم يكتبها النبي صلى طيب ايش الدليل قالوا قالوا أن الذي كتب الوثيقة هو معاوية ومعاوية بن أبي صفيان رضي الله عنهما كان من مسلمة الفتح والفتح فتحت في السنة الثامنة وخيبر كانت في السنة السابعة يعني كان بذاك الوقت معاوية كافر الأمر الثاني أن الشاهد سعد بن معاد وسعد بن معاد قد مات بعد غزوة الخندق لما جاءه السهم وقطع كاحله ثم طلب وسأل الله عز وجل أن يوقف الدم يعني سعد بن معاد مات في السنة الرابع والخامسة وفتح خيبر كانت بعد فلا يمكن كيف عرف العلماء كذب هم كذبوا على الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضيع هذا ما يحرفون وثيقة اليهود فكيف عرف هؤلاء العلماء إلا من خلال معرفتهم بحوادث السيرة فإذن يجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعين على فيهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل دارس السيرة على قدر كبير من المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة من عقيدة وشريعة وأخلاق وتفسير وحديث وسياسة وتربية واجتماع إلى غير ذلك فهي مجال واسع في العلوم والمعارف يتعرف الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تطور الدعوة الإسلامية وما كبده النبي عليه الصلاة والسلام في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مصادر وأسباب النزول وكيف كان نزول القرآن ويعرف أيضاً الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لا أحد يستطيع أن يعرف الناسخ والمنسوخ إلا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الأخير لماذا ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأننا بأمس الحاجة إلى نموذج معصوم يقتدى به وليس هناك معصوم إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم فأنت تعمل وتسير على هدي صلى الله عليه وسلم وأنت مطمئن لأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم ولذا كان سلف هذه الأمة يحرصون على تلقين أبناءهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قال زين العابدين عليه رحمة الله كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن شوف كيف كانوا يعلمون يعلمونهم مثل ما يعلمونهم السورة من القرآن قال الإمام الزهري رحمه الله في علم المغازي علم الدنيا والآخرة قال إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاس كان أبي كان أبي المحمد ابن سعد ابن أبي وقاس كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها هذه المآثر المآثر الآباء أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامعي قال الخطيب البغداد رحمه الله تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتابة سيرته والحفاظ عليها هذه سيرة ومداخل ومصادر ولماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن نكون موفقين إلى كل خير وأن وفقنا إلى الاختداء بهدي صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا ووالدينا به في جنات النعيم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأسفع للإطالة صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد أو فيض علم وخبرة قضايا بها للناس نفع تحققا من غير ضراء